اشتركوا في القناة في شابتر 2 اجزاء مهمة جدا في عملية الانترناشنال بيزنس في شابتر 2 هنا الشابتر عامة هيتكلم على نقطة الاختلافات الوطنية بالنظام السياسي والاقتصادي والقانوني وزي ما احنا متعودين بنبدأ في كل شابتر اللي احنا بنبص بصة سريعة على الليرنينج اللي بتقدر توجهني احنا هنتكلم في هذا اول حاجة learning objective 2-1 هي هنفهم كيف تختلف النظام السياسية للبلدان learning objective 2-2 understand how the economic system of countries differ بنفهم كيف أن النظم الاقتصادية في البلدان تختلف learning objective 2-3 understand how the legal system of country differs بنفهم كيف تختلف النظم القانونية للبلدان learning objective 2-4 explain the implication for management practice of national differences in political economy هنشرح الأثار المترتبة على الممارسات الإدارية المختلفة في الدول الوطنية في الاقتصاد السياسي أو في السياسة الاقتصادية بعد ما بصينا بصة سريعة على learning objective خلينا نخش كده كintroduction هامة جدا لما نتكلم في الintroduction بتاعنا والمقدمة بتاعتنا احنا لازم نحط في الحزبين اللي هناخد بعض الاكستريم examples هنتكلم على political economy أو الاقتصاد السياسي أو السياسة الاقتصادية لما نتكلم في نقطة السياسة الاقتصادية أنا لازم أكون حاطث في الحزبين نقطتين إن الpolitical والeconomic والlegal system of a country are interdependent هنا احنا لازم نفهم أن النظم السياسية والاقتصادية والقانونية لأي بلد غالبا بتكون متربطة they influence each other بيؤثروا على بعضهم البعض هنلاقي هنا محدود picture لروبرت مقابي وهو he is the president of zambia زمبابوي أنا آسف وده كان كيس مطلوبة مننا في assignment 1 واللي أنا حطيت الحل بتاعه على الجروف بتاعنا على telegram طيب بعد معرفنا اللي في اختلاف النظم السياسية والاقتصادية والقانونية كلينا نمسك جزئية جزئية بالتفصيل هنتكلم على political system وهي الأنظمة السياسية one of six هنتكلم في six slides على هذا الموضوع وده طبعا بيغطي learning objective 2-1 understand how the political system of country differs وهو فهم كيف أن الاختلافات في الدول الوطنية والأوطان والدول بيبقى في اختلافات في الأنظمة السياسية طب خلينا نبدأ مع بعض ونتكلم على political system وهو الأنظمة السياسية أول حاجة عندي في الأنظمة السياسية هو الcollectivism against individualism تمام؟ وهنا الcollectivism والindividualism الجماعية والindividualism اللي هي طبعا مش هقول الترجمة الحرفية اللي هي الأنانية ولكن النظام الثاني democratic versus totalitarian وdemocratic قد النظام الديمقراطي ضد النظام الشمولي أو الديكتاتورية طيب خلينا نخش بالتفصيل على كل تعريف وده بيجي في الامسي كيو في الميت ترم وهنا هنتكلم في سلايد 2 من 6 عن ايج كوليكتفزم و الانديبيديالزم لما نتكلم عن الكوليكتفزم و الانديبيديالزم احنا هنشرح الاول الديفينيشن الاول الكوليكتفزم وهو الجماعية the need of society as a whole are generally viewed as being more important than individual freedom ينظر الاحتياجات المجتمع ككل عموما على انها اكثر اهمية من الحريات الفردية بعد كده عندي السوشيليزم سوشيليزم هو نظام الاشتراكي كارل ماركس وهو من الفلسفة الروس اللي هي الخاص خاصة طيب هنتكلم شوى في انظمة سياسية سوشيليزم وهي الاشتراكية كارل ماركس كان بيكلم ان الفئة القليلة تستفيد على حساب الفئة الكثيرة في المجتمع الرأسمالي حيث الحريات الفردية غير مقيدة يبقى كارل ماركس بيقولك ان في فئة بتستفيد على حساب الفئة الكبيرة ده في المجتمعات الرأسمالية ما كنتش عاقبوا الموضوع ده وقالك ان الحرات الفردية عشان كده بتكون غير مقيدة طيب لما نكتلم على الكمونيست vs سوشيال ديموكريت والكمونيست هم الشيوعيين والسوشيال ديموكريت الديموكريتين الاجتماعيين طيب ايه هي البيتزيشن البيتزيشن هيزا سيلف ستيت اوند انترپريزيز طيب ايه الديفنيشن اللي نقصده ده ان خاص خاص هو بيع الشركات المملوكة الى الدولة الى مستثمرين من القطاع الخاص ده البيتزيشن نقول تاني الديفنيشن the sale of state owned enterprises يعني المؤسسات المملوكة للدولة to private investor لمستثمرين خاص ايه يعني مستثمرين من القطاع الخاص طيب هنتكلم في collectivism والindividualism ونكمل ونقول الانديفيداليزم لما نتكلم على الانديفيداليزم لازم نتكلم وهي الانديفيداليزم طبعا اللي مقصود بيا هنا العمليات الفردية تمام او يسموها الفرائدية والانديفيداليزم هي في نقطتين اساسيين فيها اللي انا عندي an individual should have freedom in his or her economic and political pursuits هنا بتشير دايما العملية الفردية دي اللي ينبغي ان يتمتع الفرد بالحرية في مساعيه الاقتصادية والسياسية اللي هي المساعي المساعي والاقتصادية النقطة التانية the interest of individual should take precedence over the interest of the state هنا بنقول ان شايفين ان يجب ان تكون مصالح الفرد لها الاسبقية على مصالح الدولة في two tenets او عقيدتين او مبدئين ايه هما two tenets او المبدئين او العقيدتين اللي انا عندي guarantee of individual freedom and self expression هو ضمان الحرية الفردية والتعبير عن الزات welfare of society best served by letting people pursue their own economic self interest دايما بتكون عندي هنا خدمة رفاهية المجتمع على افضل وجه من خلال اللي انا بسمح للناس بمتابعة مصالحهم الاقتصادية الزاتية اولا بديء العقيدتين والمبدئين الاساسيين في الانديفيداليزم تمام طيب لما اتكلم على democracy والtotalitarianism لما اتكلم على democracy والtotalitarianism اي الديمقراطية والشمولية طيب في النقطة دي اللي هي 4 من 6 عايزين نوضح كويس جدا at a different end of political dimension يعني في نهاية مختلفة من البعض السياسي between democracy والtotalitarianism democracy and individualism go hand in hand as do the communist version of collectivism and totalitarianism with exceptions ان الديمقراطية والفردية بيسيران جنبا الى جنب ولكن بنلاحظ ان النسخة الشيوعية من الجماعية والشمولية في استثناءات فيها تمام يبقى الديمقراطية والtotalitarianism هم كل واحد ليه dimension مختلف عن التاني طيب خلينا نخش بتفصيله اكتر ونستكمل نفهم ايه هي الديمقراطي والتوتيليترينيزم لما اتكلم مبدئيا عن الديمقراطي وهي الديمقراطية وباكلم في الديمقراطي عن اللي هي الديمقراطية التمثيلية طيب بالنسبة للتوتيليترينيزم احنا بنتكلم على الكمونيست توتيليترينيزم توتيليترينيزم او الشمولية الشيوعية والثيوكراتيك توتيليترينيزم وهي الشمولية ثيوكراطية والترايبل توتيليترينيزم وهي الشمولية القبلية والوايت وينج توتيليترينيزم وهي الشمولية اليمينية يبقى أنا عندي دلوقتي الديمقراطية وغالبا هي ديمقراطية تمثيلية في مجلس شعب ناس من الشعب بتمثل الشعب في مجلس معين بيودي توصياته للحكومة أو الإدارة اللي بتدير البلد اشتركوا في القناة